العشر ايام الاخيرة من رمضان مهمة جدا اوعى تضيع منك اوعى تفرط فيها اوعى تأثر فيها جات الفرصة انك تقدر تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتطلب اللي انت عايزه وبجد العشر ايام الاواخر من رمضان ده الحديث بيقول اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار العشر ايام دي يا شباب ايام العتق من النار تقدر في العشر ايام دي لما تجدد النية مع الله سبحانه وتعالى والله تأخذ براءة من النار ابشر ببراءة من النار والله لا يمكن ان تمسك النار ابدا تخيل كده وانت في شبابك وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي بشرك انك اخدت براءة من النار بفضل انك اشتغلت في العشر ايام الاخيرة في شهر رمضان مش عايزها تضيع منك مش عايزك تفرط فيها اطلاقا يلا نشوف يا شباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان ستنا السيدة عائشة تقول عن نبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحيي ليلة يعني الليل بتاع العشر ايام الاخيرة من رمضان سيدنا النبي واقف يصلي منقطع طيلة الليل بقى لا فسح ولا خروجات خلصنا خلصنا الحكاية دي وقفنا خلاص وقفنا فسح وقفنا خروجات احنا في العشر ايام دي عشر ايام فاصلة علشان تيجي في آخر يوم في رمضان تاخد الجايزة علشان تيجي في آخر يوم في رمضان تقول أنا نجحت الحمد لله علشان تيجي آخر يوم في رمضان وتقول أنا طلعت الأول على العمارة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى تحس انك ما أسرتش مع ربنا سبحانه وتعالى في صلاتك في قرآنك في صلة رحمك في إفطار صائم صيامك كان مزبوط عشرة على عشرة صيامك لم تشوبه شائبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب في العشر ايام الاخيرة يحيي ليلة رقم واحد اوعى لهم يضيع منك دور على اي مسجد وديه الحاجة التانية اعتكف فيه اقرب مسجد لبيتك اعتكف ايه الاعتكاف ده كان من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب في العشر ايام الاخيرة من رمضان الاعتكاف معنى الاعتكاف الانقطاع يعني لا في واتساب ولا في فيسبوك ولا في سوشيال ميديا ولا في جروبات انا منقطع عشر ايام من عمرك لله والله بعدها كل مصيرات حياتك هتتغير كل ترتيبات حياتك هتتغير انت قطعت من وقتك لله رب العالمين انتظر العوض انتظر البشرة انتظر التوفيق مش انت عايز ربنا يوفقك في حياتك مش عايز ربنا يوفقك في مستقبلك مش بتدور على مستقبل كويس تعيش فيه هو ده والله الطريق انك تقف مع ربنا سبحانه وتعالى وتنقطع للمولى سبحانه وتعالى في هذه الايام العشر يبقى احيا ليلة خد اتنين يا حبيب قلبي الاعتكاف الانقطاع تنقطع مش هتقدر تعتكف العشر ايام كلها في احد المساجد القريبة منك اعتكف في بيتك اعتكف في حجرتك انزل المسجد اعتكف لو ساعة اعتكف لو ساعتين اعتكف لو ثلاث ساعات اعتكف لو من العصر للمغرب المهم اكبر وقت ممكن اضيف المسجد في العشر ايام الاخيرة عشر ايام مهبط الانوار والنفحات واستجابة الدعاء يا شباب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان لو حد استوطن المسجد يعني اعت شوية في المسجد اذا استوطن عبد المسجد تبشبش الله له يا سلام على الجمال يا سلام على العظمة تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا عاد اليهم تخيل مين بيستقبلك مين فرحان بوجودك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان ربنا بيقول في الحديث القدسي ان البيوت في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها وكان حقا على المسجد ان يكرم زائرة